السلام عليكم معكم برايم الشاعري واليوم بتكلم عن هل حبال المقاومة مفيدة لناظرة الكاليستينيكس او لا الجواب مفيدة جدا جدا وقبل ما استعرض لكم فويدها بشرح اشي هاد الحبال هذا شكل الحبال تيجي غالبا بخمسة الوان وكل لون لقوة مختلفة وغالبا يجي مع هاد الحبال مسكات للأيدي وهذه عشان تربطوها في الارجل وهذه اعتبرها اهم قطعة وهي قطعة التثبيت ونيجي لطريقة التركيب التركيب جدا بسيط بحيث تختاروا حبل المقاومة المناسب لكم وتختاروا المسكة المناسبة اللي بتستعملوها وتركبوها بهذه الطريقة وتقدر تضيفوا اكثر من حبل لو تبغوا المقاومة تكون اكبر وبالنسبة لقطعة التثبيت دخلوا حبل المقاومة فيها بهذه الطريقة وهذه طريقة تثبيتها في الباب وبرضو تقدروا تثبتوها في اسفل الباب واختيار مكان التثبيت تعتمد غالبا على التمرين اللي بتتمرنه اهم شي اتأكدوا دائما انه ثابت بالنسبة لكيفية الاستعمال في طرق كثيرة تستعملوا فيها هذا الحبال لكن بالنسبة لي انا اشوف انها جدا مفيدة للتجهيز للتمارين الصعبة وتهيئك للمهارات الصعبة خصوصا المهارات اللي تحتاج قوة اليد وهي مستقيمة واللي عند غالب الناس المبتدئة في الكالستينكس تكون لسه ضعيفة وصعب انه يتمرن فيها بوزن الجسم بس هذا مو معناه انه ما في تمارين بوزن الجسم لقوة اليد وهي مستقيمة بالعكس فيه بس هذا يتعتبر من الطرق اللي تقوى فيها وبرضه ممكن تستعملوا هذه الحبال كبديل للتمارين اللي ما عندكم معدات لها كمثال العقل الاسترالية والناس اللي ما توفرت عندهم العقل وبرضه تقدروا تستعملوها كبديل لبعض التمارين اللي تكون صعبة عليكم في البداية وكمان تقدروا تستعملوها عشان تضيفوا مقاومة زيادة على التمارين هذه الحبال غالبا متوفرة عند كثير من الناس لكن بعضكم ممكن ما يكون عنده فابحث عنها عن طريق المتاجر الالكترونية واكتبوا حبال مقاومة او resistance band او ابحثوا في متاجر المعدات الرياضية في منطقتكم واسألوا عنها ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير فما لله موسيقى